انفرغة في ملف التسويق جود كبيرة مبزولة من عمرو أتهم عود مجلس دارة نادي الزمالك ومحمد الإتريبي رئيس لجنة الموارد والتسويق في ملف تنمية تسويق براند زمالك كلام مهم جدا يعني أعزي أقول أن نادي زمالك نادي كبير نادي يعني هو أحد كفاتي المزام مع النادي الأهلي نادي اسم وتاريخ وإنجازات كبيرة جدا في القرى الأفريقية وفي الإيريا العربية أعتقد أنك تشتغل على براند نادي زمالك زمال نادي الأهلي كذا شغال على براند بتاعه وعنده من الرعاة يعني حاجة تشرف حاجة مرضوطها المادي ومرضوطها يعني الإعلان كبير جدا نتمنى نادي زمالك أنه يصير على نفس النهاج الفترة الحالية في مفاوضات معادة من البنوك وشركاته وكان دارة الأقويل أن بعض البنوك هيبقى رعاية والأستاذ حسان لبيب قواركات حسان لبيب برئيس مجلس دارة زمالك قال لك مش هتلاقي مكان لقدم أو لإعلان على اشتشارة نادي زمالك دي حاجة من الحاجات اللي تشرف أو برضو موجود في أي مكان في النادي أو موجود في أي مكان في إعلانات نادي زمالك الخارجية وده برضو نتمنى ومدلما للاتفاقات كمان اتفاق مع النقابات المهنية زي نقابة المحامين بتخفيض جزء من العضويات وده عشان مجلس الإدارة عايز يزود الأعضاء ويحقق ربح أكبر دي حاجة من الحاجات اللي ممكن برضو تسوقيا إنك أنت برضو تقدر تسوق بيها ويبقى عندك حاجات من الحاجات الكيسة اللي تقدر تسوق بيها ويبقى مرضو دي المادي كبير يعني قبل مروح الأخبار للنادي الأهلي في عقوبات مباراة الزمالك وبراميز إقاف أحمد توفيق لعب وصف ببراميز مباراة واحدة لحصوله على البطاقة الصفراء مرتين إقاف البرتغالي جامي باتشيكو المدير الفني لفريق ببراميز مباراة واحدة لإعتراض غير اللائق ضد حكم اللقاء وتغريم وعشرين ألف جنيه دي كانت أخبار نادي زمالك من أخبار نادي زمالك إلى أخبار النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر